بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين والمشاهدين عبر اليوتيوب عشاق ومتابعي قناة الإعلامي عبد الناصر زدان وقناة كورة بلدنا معكم أحمد السيد وحديث بشأن مباراة النادي الاهلي وطلائع الجيش علي معلول وتزديدة وهدف الفوز للنادي الاهلي هدفين مقابل هدف يفوز النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش العنيد ويرتفع رصيد النادي الاهلي إلى 64 نقطة علشان يتساوى مع نادي بيراميدز في صدارة الدور العام متفوقين على نادي الزمالك في المركز الثالث علي معلول بيسرى هدف ولا أجمل ولا أروع الزمالكوية خلاص بعد الجول ده الدنيا بالنسبة لهم اللي ايه 360 درجة تغيرت لأن علي معلول ضيع ضرب الجزاء طبيعي متابعي وعشاق الزمالك وبيراميدز وصراع القمة قالوا الأهلي خلاص هيخسر نقطتين واتعادل مع طلائع الجيش لكن معلول في ديا 89 ولا ديا 90 هل لها روحي مطرح مطروحي ضيعت ضرب الجزاء لكن كالعادة بضب عوض وبجيب هدف الفوز علي معلول هو علوله الكرة المصرية علوله الأهلوية علي معلول فرح كل الأهلوية فوز مهم جدا 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 على طلائع الجيش بهدفين مقابل هذا الفوز الذي يسعد النادي الأهلي وجماهيره وقفز به إلى القمة من جديد مع بيراميدز الأهلي وبيراميدز على القمة طبعا الفارق النقاط ما فيش وإن كان المواجهات المباشرة لصالح بيراميدز لكن الأهلي كان يسعى للفوز للعودة من جديد لصدارة الدور العام الأهلي على طول هيستعد لمباراة النجوم يوم الأحد القادم في الدور العام لأن خلاص كلها مباراة كوز لا سارتي قال أنا عندي في الدورة متبقى 18 نقطة 18 نقطة كلامي مع اللاعبين عدم التفريط في ولا نقطة من أجل الفوز بالدور العام لا سارتي قال كده بعد مباراة لا يجيش قال إنه سعيد بهداء اللعيبة سعيد بالمجهود المبزول قال إنه حصل توتر بعض الشيء فيه توتر فيه ضاعة فرص لكن الأهلي كان الأحق بالفوز وحصد الثلاثة نقاط بالعكس مدرب الانتاج الحربي يعني قال إن الحكم والتحكيم كان في صالح الأهلي وأنا مش شايف ده تماما ضربات الجزاء سواء للانتاج الحربي كانت صحيحة 100% ضربت جزاء النادي الأهلي حتى لحمت فتحي صحيحة 100% اللي أضحى علي معلول لذلك الحكم لم يظلم طلاع الجيش لم يظلم طلاع الجيش لم يظلم طلاع الجيش ولم يظلم الله حتى لو في بعض الأخطاء يعني لكنها لم تؤثر على نتيجة المباراة بل بالعكس بعض العيب الأهلي يتحدثوا عن ضرب الجزاء لم تختسب وارد لكن في الآخر الأهلي فاز وفرح جماهيره كابتن محمد يوسف بعد المباراة للفوز كان مهم قال إن البعض يتحدث عن وجود خلافات ما بين الجهاز الفاني هذا أمر عالي تماما من الصحة قال إن عودة وليد سليمان مهمة جدا للفريق وقال إن عودة وليد سليمان بتدي ثقة لبعض اللاعبين كابتن سيد عبدالحفيز قال الهدف في الدائل الأخيرة ده بيؤكد كلامه هو شخصيا لما قال إن شخصية البطل بتظهر في الوقت ده قال إن يكون بيجي في ثانية وفي اتنين وفي ثلاثة لذلك عندما جاء الفوز متأخرا أكد صدق كلامه الذي صرح بيه من قبل وقال بأن شخصية الآلي ستظهر وشخصية البطل هي اللي بتظهر في الوقت الفرقة بتحتاجه شقر اللعيبة على المجود المبزول وقال إن كان في بعض الأخطاء لكن كان مهم الفوز قال إن اللعيبة توطرت بعض الشيء فيه إنذار لصالح جمعة فيه إنذار لياسر إبراهيم إنذار لعلي معلول بالمناسبة ياسر إبراهيم خاد إنذار مش هلعب المباراة القادمة اللي هي مباراة النجوم طيب خلينا أكلم معاكم فنيا كده وليه الخطيب غادر المباراة قبل نهايتها علشان أنا عارف الناس ستبدأ ترغي وناس ستبدأ تكتب كابتن محمود الخطيب اعتاد في بعض المباراة من التوتر ومن القلق آخر كم دقيقة كده يمشي حتى لو كان الفرقة كسبانة آخر دقائق كده يمشي قبل الزحمة وقبل التوتر آخر كم دقيقة كده يمشي وده اللي عمله المباراة واحد واحد ولسه باقي حوالي ثمان دقائق غادر المقصورة وبيتابع المباراة من خلف المقصورة في أحد المونترز اللي موجودة هو تعود على كده بيغير خلاص المباراة بتنتهي يبدأ يقوم قبل الزحمة وقبل الحركة الكتير وده عمله في أكتر من ماتش وده عمله في أكتر من ماتش لكن ليه مدلول مهم جدا إن هو بيدي نوع من أنواع الضغط على اللاعبين والجهاز الفني وكأنه بيقولهم أنا مش عجبني الأداء أنا مش عجبني الأداء أنا شفتها كده يعني الكامت المحمود والخطيب بيعملها عادي آخر كام ديه بيغادر المقصورة لكن برضه ممكن يكون بيوصل رسالة وده وجهة نظر مش أكتر ولا قال أنا معلوماتي عشان بس الناس ما تاخدش الكلام وتأولوا معلوماتي إن كابتن الخطيب اعتاد على مغادرة بعض المباراة قبل نهايتها في دقائق علشان الزحمة وعلشان الأرهاق وعلشان ضغط العصر لكن ممكن يكون عايز يوصل صورة للعيبة أو للجهاز الفني إنه ما كانش عجبه الأداء أو ما كانش عجبه تأخر الفوز أو ما كانش عجبه إن كل مباراة يكون الفوز بيجي متأخرا بهذا الشكل لكن طبعا الفوز مهم لكن الفوز لما يجي في الوقت ده برضو يؤكد على روح الفني للحمر يؤكد على روح الفني للحمر ومدى السعي للفوز حتى دهي الأخيرة فكابتن الخطيب ممكن يكون كان في حالة من عدم الرضا على الأداء في بعض الفترات أو إن الفوز كان متأخر فساب المباراة في نهايتها لكن في كل الأحوال هو سعيد بالفوز هو سعيد بحظر الثلاثة نقاط بالمناسبة كابتن الخطيب برضو وهي تواجد مع العيبة وجهاز الفني قبل مباراة النجوم بما إنه المسؤول الأول والمفوض من قبل مجلس الإدارة عن فريق القرى خلاص ومتوجد معاهم إن شاء الله مباراة مباراة كانها مباراة كوس من أجل حصد هذا الدوري الأغلى في تاريخ النادي الأهلي لوجه ليه؟ بسبب الظروف اللي الأهلي مر بياه من ضغطه من إرهاقه من مشاكل في التحكيم ومشاكل في البطولة وحاجات تانية كتير كمان لا داعي ليه ذكرها؟ لسارتي كمان اتكلم ولا عودة وليد سليمان كانت مهمة وهو كان يعني مجهز ويشارك لدقائق قال إن جيرالدو جاله فقدان مؤقت في الزاكرة قالوا جيرالدو كده أخبار الإصابة قال لهم إصابت إيه؟ طب الماتش قال لهم ماتش مين؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ جيرالدو ده حدث يا جماعة أنا مش بهزر جيرالدو نسي الإصابة نسي الماتش قال لهم أنا مين جابني هنا؟ أنا في إيه؟ جاله فقدان مؤقت في الزاكرة جيرالدو جاله فقدان مؤقت في الزاكرة لكن ده لبضعة دقائق الحمد لله حالته تزبطت مفيش قلقة عليه حالته كويسة اتطمنه عليه كان بالمناسبة هاحتمال يشارك في الشروط التاني لما لقوا الدنيا كده وبيقول لهم ماتش إيه وإصابة إيه قالوا له بس تعالي حبيب اركن على جنب كده فجيرالدو يعني إن شاء الله إصابة خفيفة لكن هو مستوى مش ده اللي إحنا عايزين أو مش ده اللي متوقع منه عفوا جيرالدو جماهير النادي لا لي مستنية منه كتير مستنية منه كتير جيرالدو هو جاله فقدان مؤقت في الزاكرة من الغبطة لكن واضح إن هو أنيسي كورة شوي فيجب على جيرالدو يبزل أقصى مجهود لدي لن لا لي مستني منه كتير ده جيرالدو تغييرات لسارتي ولسارتي ابتدى بالتشكيل المكوى من الشناو في حراستر مارما اللي كان ليه بعض الهفوات خلينا نقول عدم تركيز رجع من إصابة ما فيش مشكلة أمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم ياسر إبراهيم مش رعب المطش جاي للإيقاف هيكون موجود رامي ربيعة على المين موجود أحمد فتحي اللي مباراة عن مباراة بيأكد دوره وبيأكد خبرته في التغطية سواء ناحية الدفاعية والهجومية في الشمال علي معلول اللي بيأكد أنه أفضل صفقات الآلي الأجنبية في الوسط كان موجود السولية وحمدي فتحي والسولية لعبه دول مهم جدا محوالي وحمدي فتحي كذلك أمامهم صالح جمعة اللي بقى خلاص لا غنى عنه كذلك كان متوجدا رمضان صبحي وجرالدو وأمام وليد أزار التغييرات بين دول حسين الشحات ولا أجاييه ولا وليد سليمان كانت مهمة وساعدت في زيادة الدوافع الهكومية حتى بعد طرد لعب طلاق الجيش لكن القدرات الهكومية في الأهلي زادة علشان كده تحية للأسارتي على تغييراته لزيادة القدرات الهكومية هدف وليد أزارو يدي له ثقة لأنه ضايع أكتر من قورة والناس بقى بتستنى وبتعد هو أزارو ضيع كام وجاب كام أزارو يعتبر هداف الدور العام هذا الموسم في ضاعة الفرص وليد أزارو هو هداف الدور العام هذا الموسم في ضاعة الفرص الموسم اللي فات كان هداف الدور العام بجد لكن السنة دي وليد أزارو هو هداف الدور العام في ضاعة الفرص فالهدف اللي جابه يدي له ثقة ليه فيه مزيد من التقلق ومزيد من عدم اضاعة الهدف في الفترة القادم. عودة وليد سلمان بتدي ثقة مفيش كلام. جرالده محتاج يبزل مزيد من الجود. حسين الشحات الثقة هترجع له شوية بشوية. فوز مهم للنادي الاهلي على طلاع الجيش والاهلوية من حقهم يفرح. لان الفوز مهم وفي وقت اهم. لا سارتي قال ان فيه ضغط عصبي. وقال ان اللعيبة مباراة طلاع جيش كانت مرهقة عصبية. الفوز مهمة قبل لقاء النجوم. طلاع الجيش كمان كان من الفرق الرزلة. من فرق كرة كده فرق رزلة. فكان من المهم الفوز على طلاع الجيش من اجل ال 18 نقطة البقائين اللي قالوا عليهم لسارتي من اجل حزدهم. من حق اللي قال ان هو يفرح. حق جماهيره ان هي تفرح. حتى ولو كان الاداء متوسط بعض الشيء. لكن المهم في المباريات دي الفوز. وحزب الفلاسة نقاط. الف ميديو مبروك. وبشكر حضراتكم على المتابعة. وحسن الرسائل الجميلة اللي بتبعثوها هنا. شكرا لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.